مكان يعتبر الأكثر هدوءاً وانعزالاً في العالم وادي مملوء بالتلال والهضاب والغابات الكثيفة لكن في شهري ستمبر وأكتوبر من كل عام يحدث فيه أمر غريب للغاية في كل ليلة من الساعة السادسة حتى العاشرة مساء ما جعله المكان الأكثر غموضاً في العالم فما الذي يحدث في قرية جاتينجا في الهند ولماذا لم يجد العلماء تفسيراً لهذا الأمر حتى الآن قرية جاتينجا الصغيرة هي قرية هندية تقع في ولاية أسام مكان ساحر تفوقت فيه الطبيعة على نفسها كما يقال عنه تعتبر من أكثر الأماكن عزلة وهدوءاً في العالم لكن ما يحدث في تلك القرية تحديداً في شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام يرعب كل من يسمع عنه فهناك لغز غريب حول ذلك المكان والذي يحدث في ذلك التوقيت تحديداً من كل عام حينما يكتمل القمر هناك تصبح الليالي مظلمة وكئيبة حيث يحدث أغرب ما يمكن أن تسمع عنه في حياتك في شهري سبتمبر وأكتوبر تحديداً الساعة السادسة مساءً والعاشرة مساءً خلال شريط من الأرض يقع في تلك القرية ويبلغ طوله حوالي ميل واحد تحدث هذه الظاهرة وهي نفوق كل أنواع الطيور الموجودة في هذه المنطقة حين يحلقون في ذلك التوقيت الذي ذكرناه ويقعون من السماء داخل ذلك الشريط الأرضي ويفقدون حياتهم رغم أن وادي جاتينجا يعتبر من أشهر الوجهات السياحية بسبب تلك الظاهرة العجيبة وغير المفهومة تقع تلك القرية على تلال تسمى تلال بوريل وتمطر السماء كثيراً في تلك المنطقة بسبب الارتفاع الشاهقي لتلك التلال والجبال المحيطة بها ويشتهر ذلك الوادي بغابات الخيزران الكثيفة مما يجعل الطيور تصطدم بها وتسقط حول العلماء كثيراً أن يجدوا تفسيراً لما تقوم به الطيور في تلك المنطقة والذي يعتبر غير مفهوم فهذه الظاهرة حيرت كل من يعيش في القرى المجاورة والزائرين والعلماء لسنوات طويلة مضت يعتقد السكان المحليون أن الأرواح الشريرة الخفية هي المسؤولة عن إسقاط الطيور بذلك الشكل بينما العلماء يبحثون عن سبب علمي لهذه الظاهرة والتي لوحظت لأول مرة من خلال قبيلة تدعى زيمي تعيش في المنطقة وكان ذلك أوائل القرن العشرين وكانت تلك الظاهرة مخيفة بالنسبة لهم بشدة لدرجة أنهم باعوا أراضيهم وغادروا المكان وكان ذلك عام 1905 ولكن العلماء توصلوا إلى أن السبب قد يكون بسبب ضباب الرياح الموسمية في ذلك التوقيت لذلك فالطيور تنجذب إلى أضواء القرية وتطير باتجاهها وأحياناً يحدث أن تضرب الجدران والأشجار أثناء النزول فتموت بعض الطيور بينما يصاب آخرون بجروح خطيرة ويصبحون فريسة سهلة للقرويين للقبض عليهم وكان ذلك هو التفسير الوحيد المقبول وهناك تفسير آخر أن تلك الطيور تفقد طبيعتها وتضطرب بسبب مفيضانات خلال موسم الرياح الموسمية مما يفسر طبيعة سلوكها الغريب وغير المفهوم لكن يبدو أن لغز التاريخ المحدد لتلك الظاهرة هو الأمر غير المفهوم ليبقى ذلك الوادي واحداً من أكثر الوديان الغامضة في العالم اشتركوا في القناة